كل ما يجري في العملية السياسية هو مبني على أساس المصالح المتبادلة بين الأطراف الكبيرة في العملية السياسية أنا مشفت أي مشروع لبناء دولة لحد هذه اللحظة والكل يعلم ذلك سواء احنا عدنا قوانين وأكون قوانين بس منريد تطبقها نصطدم بمصالح الكتل السياسية نصطدم بمصالح الأحزاب نصطدم بمصالح الزعماء وهكذا لذلك أعتقد بأن هذا الوضع ليس مستقرا وقد يذهب إلى وضع آخر لأن اليوم نرى الصراع في غزة ضربة الأخيرة واستشهاد هنية وأيضا استشهاد أحد قيادات حزب الله ومقتله وأيضا الضربة التي حدثت في بابل واستشهاد أربعة من أبناء الحج الشعبي أيضا هجمات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل وتهديد إيران لإسرائيل والصراع الروسي الأوكراني والوضع في سوريا كل هذه ليست في صالح العراق والتدخل التركي في العراق كل هذه عوامل تؤدي ألا أن الوضع العراقي غير مستقر وبالتأكيد مع الأسف الشديد نحن لا نتعامل مع الوقائع بصورة جيدة اليوم يعني مثلا يوم أمس اقتصاديا كان أحد أسوأ الأيام على اقتصاد العالمي سواق العالمي الكبرى خسرت ما يقارب 2 تريليون دولار بداءا من آسيا مرورا بأوروبا ووصلا إلى أمريكا العراق كأنه ولا في هاي الدنيا لا سمعنا شي ولا أحد حجابيها مع العلم كل المؤشرات تشير بأنه أكبر اقتصاد في العالم العالم إنه الاقتصاد الأمريكي متوجه إلى الركود الاقتصاد الصيني متوجه إلى الركود من يصير الركود متضرر أكبر إحنا الركود معناها إنتاج راح يقل إنتاج أغلبهم اعتمد على النفط يعني صار هبوط بالنفط ما وصل درجة كبيرة 2% وصل 77 أو 76 بس شنو لي أثر منزل هواية الصراع بين إسرائيل وإيران والصراع روسيا وأوكرانيا فأعتقد بأنه مجرد أن تنتي هاي الظروف مسألة النفط نزل وضع العراق الاقتصادي سيكون من أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة